اليوم سألت أهلي ... قُتْ لها لو أن الله تبارك وتعالى أعطى بشراً نعمةً وَلْ تَكُنْ نِعْمَةَ الْمَالِ مَوَّلَهُ وَأَثَّلَهُ مَامًا عَظِيمًا ما هو المنظور الصحيح الذي ينبغي عليه أن يتسلِّح به في النظر إلى إيه؟ إلى هذه المسألة فكَّر طويلاً ... أجدت بجوابات لم أقبلها للأسف مصابيتها معي فقُتْ لها ... لا ... المنظور الصحيح ليس إكراماً ... ليس إهانة ... ليس كذا ... امتحان الله يفعل هذا امتحاناً فقط ليك أن تقول ... الله أعطاناً أنه يحبني ... من قلّك أهلاً؟ والله لو نعلم أنه يعطينا ويحبنا لما حتى التفتنا إلى هذا العطاء ... لا نريد خلص ... فقط تريد أن يحبنا لو نعلم أنه أعطانا ... قلّ هذا العطاء أو كثر وَقَيْلٌ مِنْكَ يَكْفِينَ وَلَكِنْ قَيْلُكَ لَا يُقَيْلَهُ قَيْلُهُ وَهُوَ يَرْضَى عَنَّا لِأْنَّهُ يَرْضَى عَنَّا لَمَا عَبَأْنَا أَبَدًا وَلَا بَلَيْنَ هَذَا الْعَطَاءُ وَلَا الْمَعْطِيُّ أَبَدًا المُعْطَى ولا هذا المُعْطَى من أين لنا أن نعلم؟ مالك بن دينار يقول هذا العابد الكبير الراهب هذا رضوان الله عليه يقول والله لو أددتُ أنه إذا جمح الناس يوم القيامة ينادي عليّ يا مالك بن دينار فأقول لبيك ربي فيقول أذنتُ لك أن تسجد بين يديه سجدًا فأسجد بين يديه سجدًا ثم يقول لي كنتُ رضا أعلم أنه رضي عني سمح لي أن أسجد بين جلاله سجدًا بين يدي جلاله سجدًا الرضوان شيء عظيم جدًا جدًا ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة ومن في الجنة من أين لك أنه يرضى عنك؟ هذا المنطق لا يتسلّح به إلا الكفار الجحدة الناكبون عن سواء السبيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم أما فيقول ربي أكرمًا لكرامة على الله أنا كريم على الله أنا مرضي محبوب وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق وقتر فقدر عليه الإسلام يقول ربي كلا الله يقول امتنعوا لا تفرقوا عن مثل هذا الفهم أبداً وعن مثل هذا المنطق هذا معنى كلا على فكرة كلا أداة ردع إياكم الله يقول إياكم وحذركم حذاري حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تفكروا على هذا النحو طبعاً هذا التحذير ليس الكفار حتى للمؤمين المسلمين يقول الله أكرمني الله يحبني الله يرضى عني أعطاني إياك أن تفكر بهذه الطريقة تهلك أنت الآن تسعى في إطلاف نفسك في تدمير مصيرك كلا بل لا تكرمون نعرف الآن بعد أداة الإضراب هذه بل ما بعدها هو الصحيح وما قبلها ليس صحيح ليس العطاء بالضرورة إكراماً أو علامة كرامة العبد عند ربه وليس المنع علامة أو سمة إهانة ومقت أبداً طب ما هو الذي صار إليه المعنى الآن؟ يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحق لم نفهم لم نفهم ليس واضحاً نحن نستطيع أن نفهم الإضراب كأن يقال فلان يزعم أنه يحبني وأنه وديدي وأنه صادق في نصحي كلا بل هو غاش لي ماقت لي منحرف عني مفهوم هذا الإضراب مفهوم فهمتم؟ تأمروا في كتاب الله دائماً حاولوا أن تفهموا كتاب الله لا تخروا عليه صمّاً وعمياً أو عمياناً افهم قول ما سر الإضراب ما معنى كلا؟ بل لا تكرمون لم نفهم والمعنى عميق جداً والذي لا حلي بفضل الله تبارك وتعالى ومنه فإيك صواباً فله الفضل والمنة وإيك غير ذلك فمن نفسه من الشيطان والله بريء منه ورسوله أن سر هذا الإضراب أيها الإخوة يمكن أن نكثفه بجملة واحدة الله يقول كفركم بما أنعمت به عليكم بما أنعمت به عليكم وتبركم وتبرمكم وسخطكم لدى المنع ابتلاءً في الحالين حرمكم حُسن الفهم عنه حُسن الفهم لسر العطاء والمنع مني لم تفهموا هذا وَلَوْ فَعَلْتُمْ وَلْوْ قَدْ فَعَلْتُمْ لَفَهِمْتُمْ